من الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي الطلبة والطالبات. اهلا بكم في يوم جديد ودرس جديد من دروس مادة الرياضيات. هلاقي بطلاب الصف الاول السنوي موعدنا مع الجبر. هنكمل مع بعض اشارة الدلة. النهاردة هناخد مع بعض اشارة الدلة التربعية. ايه موضوع اشارة الدلة التربعية؟ تعالوا كده ندرس مع بعض جزء جزء مع بعض. اولا. كنا اخدنا مع بعض الدلة التربعية صورتها ان دلسين تساوي الف سين تربيع زائد بيه سين زائد جيم درجتها التانية. قال لي او. قال لي كان تمثل بخط منحني. يا اما مفتوح لاعلى يا اما مفتوح لاسفل. واللي كان بيتحكم في الموضوع ده هو معامل السين تربيع. اللي هو الف. الف لو كان موجب يبقى المنحنة مفتوح لاعلى. الف لو كان سالب المنحنة مفتوح لاسفل. طيب. تعالوا كده انا مع بعض ندرس لما يكون الف موجب يبقى المنحنة مفتوح لاعلى. قال لي لي عندي ثلاث حالات. يا اما المنحنة بتاعي هيقطع محور السين مرتين. يبقى لو سوينا الدلة بصفر هيبقى فيك محل. قال لي حل ليه؟ يعني المعادلة الف سين تربيع زائد بيه سين زائد جيم تساوي صفر هيكون لها جزران حقيقيان مختلفان. او ليها حل ليه؟ تمام. قال لي في الحالة دي هتلاقي ان المنحنة بتاعك منقسم الى جزئين. في فرعين فوق منحنة فوق خط السينات فوق محور السينات. يعني الفرعين دول اشارتهم هتبقى موجبه لانهم بيبصوا على الصد الموجب. يبقى الفرعين اشارتهم موجبه. موجبه يعني مثل اشارة معامل سين تربيع دايما. يبقى هلاقي هنا في واحد موجب والتاني موجب والجزء اللي تحت هيكون ايه؟ قال لي هيكون عكس اشارة سين تربيع معامل السين تربيع سالب. يبقى الجزء اللي فوق محور السين يا مستر الجزئين دول موجبين. مثل اشارة معامل سين تربيع موجب. والجزء اللي تحت محور السين ده بيبص على صد السالبة. فاذا اشارته سالبة. النوع التاني. المنحنة ممكن يلمس محور السين في نقطة واحدة. فيبقى فيه جزرين حقيقيين متسويين او فيه حل واحد. اهو يا مستر. في الحالة دي هلاقي المنحنة كله فوق محور السين. يعني اشارته كلها موجبة. ما عدا عند مين مكمة لمس محور السين. يكون بصدر. يبقى الفرعين موجب. كلهم موجب اهو. ما عدا عند النقطة ديت هيكون هنا بصدر. يا اما المنحنة بتاعي مش هيقطع محور السين خالص. يبقى المعادلة ليس لها جزور حقيقية. يعني ما لهاش حلول. في الحالة دي هيبقى اشارة المنحنة بتاعي او اشارة الدلة هنا هتبقى اشارة واحدة بس مثل اشارة معامل سين تربيع كلها كم. كمان انا بس كده درستي لك شكل المنحنة عامل ازاي عشان لما يجيب لك رسم. مستر طب لو كان الالف سالب هيبقى المنحنة بصص لتاعت. فكل حاجة تتاكس. هيبقى الجزء اللي فوق هو اللي موجب. والفرعين تحت بالسالب مثل اشارة معامل سين تربيع برضه. وهكذا. اذا الموضوع يا مستر محتاج مني ان اجيب ايه? اجيب المميز لازم. المميز كان بيقول ايه فاكرينه? قال لي كان بيقول به تربيع ناقص اربعة الف جيم. كان ليه عندي تلت حالات. يا اما المميز يطلع سالب. يبقى المعادلة هنا بتاعتي ليس لها جزور حقيقية. فقوله اشارة الدلة ما احنا اتفقنا ما فيش جزور يبقى المنحنة كله فوق او كله تحت. يعني ليه اشارة واحدة. يعني مثل اشارة معامل سين تربيع على حفظ. معامل سين تربيع موجب يبقى الاشارة كلها موجبة على حفظ. معامل سين تربيع سالب. الاشارة كلها سالبة على حفظ. طب لو كان المميز بصفر. قال لي صفر يبقى لها جزران حقيقيان متساويان. وشوفناها مع بعض على الرسمة. يبقى اشارة الدلة مثل اشارة معامل سين تربيع. بس فين بقى? على حفظ. معدى مكان ما لمس محور السين. يبقى حفظ فرق الجزر اللي طلع اللي هو لام. والدلة اشاريتها طبعا نقول له ايه والدلة بتساوي سف عندما سين تساوي لام. طيب الحالة التالتة. ان المنحنة يقطع محور السين مرتين. يبقى هنا المميز هيكون موجة. يبقى قوله لها جزران حقيقيان مختلفان. تمام? يعني اشارة الدلة نفس اشارة معامل سين تربيع. مثل اشارة معامل سين تربيع عندما سين تنتمي لحق الفترة المغلقة من لام ومين. وهتكون اشارة الدلة عكس اشارة معامل سين تربيع عندما سين تنتمي للفترة المفتوحة لام ومين. وإشارة الدلة هنا أقول له آه كده أنا عندي خلي بالك في إشارتين قلنا في فرعين هيكونوا مثل إشارة معامل سين تربيع الفرعين دول ياخدوا إيه؟ ياخدوا حفر الفترة المغلاقة لم ويم داي والجزء اللي في النص اللي هو عند رأس المنحنة الجزء اللي في النص هيبقى عكس إشارة معامل سين تربيع في الفترة المفتوحة لم ويم وطبعاً الدلة بصفر مكان ما قطع الدلة بصفر عندما سين تنتمي لقص مجموعة لم ويم والتوضيح على خط الأعداد هقول له الفرعين مثل إشارة معامل سين تربيع أهو على يمين مثل على الشمال مثل 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 وفي النص عكس إشارة معامل سين تربيع لكن عند الجزرين لم ويم هيبقى بصفر هنا وبصفر هنا كما تيجي ناخد مثال كده يا مستر يجيب لي رسمة يقول لي من على الرسمة دي وضح إشارة الدلة موجبة ولا سالبة ولا بصفر ولا إن نظام قال لي بص كده معي الأول الشكل المرسوم أهو الشكل المرسوم يمثل دلة من الدرجة التانية ناشي في سين أولاً دل سين تساوي سفر عندما سين تاخد كام قال يا مستر دلت سين بتساوي سفر عندما المنحنة بتاعك شوفوا كده قطع محور السين فين وفين يا مستر قال لي يا مستر ده أطع محور السين اللي مرتين فين يا سيدي قال لي بص كده كويس قال لي يا مستر أنا شايف أنه أطع عند الرقم كم وكام قال لي آه ده أطع عند السالب واحد أهو يا مستر وعند التلاتة إذن دل سين تساوي سفر عندما سين تنتمي القص مجموعة تلاتة وسالب واحد أطع عند التلاتة وعند السالب واحد فقل قص مجموعة تلاتة وسالب واحد أختار الإجابة رقم دال طب يلا معايا عايزك أنت بقى تمسك قلمك كده وتدرس معايا لإيه؟ الإشارة بتاعتك إحنا قلنا الخطين دول أهم اللي اتنين دول فوق محور السين يبقى اللي اتنين دول موجبين يبقى الدل هنا موجبة يعني ده السين أكبر من صفر إمتى عندما سين تنتمي عايز أقول الفرع ده يقابل سين بكام قال لي يقابل السين في الفترة المفتوحة من ثلاثة إلى ما لنهاية والفرع التاني يقابل عندما السين تنتمي للفترة من سالب ما لنهاية لحد السالب واحد مفتوحي عايز أقول الفترتين دول قال لي ممكن نقول الخط كله معدل حتة اللي بينهم دي فقول له ها فرق دايما فرق بعد كلمة فرق بنعكس يعني نقول له ايه قال لي يبقى الفترة المغلقة من سالب واحد لتلاتة أنا مش عايز سالب واحد ولا عايز التلاتة ولا عايز اللي بينهم فنعملها فترة مغلقة هقول له ها فرق الفترة المغلقة أهو يا مستر ده السين أكبر من السفر يعني مجابة عندما سين ايه قال لي بص كده على الخط بتاعك قدي هنا موجب وهنا موجب يبقى نقول له ايه حا فرق الفترة المغلقة سالب واحد وتلاتة يا رب نكون فهمنا الحتة دي كويس طب ده السين أصغر من السفر يعني سالبة عندما سين تنتمي ايه قال لي الحتة اللي بينهم بقى ها تحت أسفل محور السينات الجزء ده سالب يقابل صد السالب يبقى هنا سالب كل ده سالب يبقى الفترة المفتوحة من سالب واحد لغاية ثلات يبقى قوله الإجابة رقم آلف يا مستر يا رب نكون فهمنا الرسمة كويس طيب كده عرفنا اللي في الامتحان لو جاب لي رسمة وقال لي منع الرسمة ابحث انت كده شرط الدلة قول لي موجبه فين وسالبه فين وبصفر فيه سؤال مهمة اولا طب نكمل مع بعض نكمل يا مستر ده السين تساوي سين تربيع مقص ثلاثة سين زائد خمسة ابحث اشارة الدلة دي ابحث اشارتها قال لي اه قال لي في الاول لازم نجيب مين ايه المميز اعرف هي ليها جزرين حقيا مختلفين ولا ليها جزرين حقيا متساويين ولا ليس لها جزور حقيقية عشان اقول لك الاشارة ايه قال لي يا مستر الالف بواحد تمام بيقول لي ابحث سورط الدلة دي اقول له حاضر معامل السين تربيع بواحد يبقى الالف بواحد والبه بسالب تلات تبو جيم قال لي بخمسة المميز هقول له به تربيع مقص اربعة الالف جيم تمام البي سالب تلاتة مربعة تسعة ناقص اربعة في القلب بواحد في الجيم بخمسة يبقى تسعة ناقص عشرين يا مستر هيطلع سالب حضاشر ايه ده المميز طلع سالب هقول له معناك كده ان الدلة بتاعتك دي ان المعادلة ليس لها جزور حقيقية يعني المنحنة يا اما كل فوق يا اما كل تحت اللي معامل سين تربيع موجب المنحنة كل فوق يبقى اشارة الدلة دي هتكون موجبة على طول يا مستر ليس لها جزور حقيقية يبقى اشارة الدلة مثل اشارة معامل سين تربيع على حق يبقى اقول له موجب على حق يا رب نكون فهمنا الحتة دي كويس قوي مهمة جدا دي يا مستر ادي النوع الاول طب النوع التاني قال لي بص معي اهو لو قال لي وضح الكلام ده على خط اعدام ما اكتب سالب ملا نهاية موجب ملا نهاية ما عنديش جزور يبقى كلها موجب على حق وخلاص مثل اشارة معامل سين تربيع طب يلا يا سيدي ابحث اشارة الدلة دي النوع التاني ده السين تساوي ستة سين ناقص تسعة ناقص سين تربية ابحث اشارة دي اهو الوحاضر مستر انا في الاول انا هساوي الدلة بصفر وارتبها قال لي وما عايز تعمل كده ماشي عايز تبحث اذا ما هي ماشي لما نساوي الكلام ده بصفر وارتبها واضرب في سالب واحد فتبقى الدلة هنقول له عبارة عن ايه المعادلة عبارة عن سين تربيع ناقص ستة سين زائد تسعة بتساوي سفر تمام قالب بواحد والبيب سالب ستة والجين بتسعة المميز به تربية ناقص اربعة قالب جين هيبقى سكتة وتلاتين ناقص اربعة في واحد في تسعة هيبقى ديني صفر يا مستر المميز بصفر يبقى لها جزران حقيقيا متسويان احلل وجبهم سين تربيع ناقص ستة سين زائد تسعة بتساوي سفر نفتح قصين هيبقى سين ناقص تلاتة وسين زائد ناقص برضو تلاتة قصين زائد بعض سين ناقص تلاتة وسين ناقص تلاتة يطلع الجزرين تلاتة وتلاتة هقوله ازا اشارة الدلة مثل اشارة سين تربيع الاصلية مش اللي انت عملتها قال لي السين تربيع في الاصل يا مستر سالبة هيبقى نقوله اشارة الدلة سالبة عندما سين تنتمل حفر التلاتة والدلة بتساوي سفر عندما سين بتلاتة بالزبط قد التوضيح اهو هنا مثل اشارة معامل سين تربيع مثل اشارة معامل سين تربيع كلها سالبة ما عادة عند الثلاثة هقوله بصفر. نوع التالي ابحث اشارة الدالة دي ده السين تساوي سالب سين زائد عشرين مائس سين تربيع. قال لي تمام. مستر هالكتب زي المرة اللي فاتت واضرب في سالب واحد وسواب سفر. قال لي ومال هيبقى سين تربيع زائد سين ناقس عشرين يساوي سفر. المميز به تربيع ناقس اربعة الف جيم. قال للقلب بواحد. والبه بواحد. والجيم بسالب عشرين. تمام. عوض. يبقى واحد ناقس اربعة في قلب بواحد في الجيم بسالب عشرين. فيطلع يا مستر دول كده بواحد وتمانين. هيبقى واحد زائد تمانين. طلع لي بواحد وتمانين. يعني موجب قال لي موجب. يبقى اذا ايه? هقول لها جزرين حقيقيا مختلفين. في جزرين حقيقيا مختلفين. احلل وجابهم. هنفتح قوسين هنقول سين وسين كم في كم بقى عشرين. والفرق بينهم واحد اربعة في خمس. الخمس زي النص شرط الكبير. يبقى موجب. يبقى الخمس تاخد زي النص موجب. واللا اربعة تاخد السين. يا اما السين باربعة. يا اما السين بسالب خمسة يا مستر. طيب. كنا بنرسم خط اعداد. لو اسمنا خط اعداد. بنحط السالب خمسة في الشمال. واللا اربعة في اليمين. واقول له ايه? على اليمين وعالشمال مثل اشارة معامل سين تربيع مثل اشارة معامل سين تربيع. وفي النص العكس. وعند الاربعة والسالب خمسة بسفر وبسفر. طب. مستر خلي بالك بقى. انت هنا خلي بالك هتعمل لي اسطنبا واحدة. هتكتب كده في الاول. سين تنتمي لحافر الفترة المغلقة سالب خمسة واربعة. ادي اول واحدة. تمام. تاني واحدة. هتقول لي سين تنتمي للفترة المفتوحة. سالب خمسة واربعة. تالت واحدة تقول لي السين تنتمي لقص مجموعة. سالب خمسة واربعة. دايما حافر الفترة المغلقة سالب خمسة واربعة. مثل اشارة معامل سين تربيع في الاصل. فقول له الدلة تبقى ايه? قال لي مثل اشارة الدلة سالبة عندما سين تنتمي لحافر الفترة المغلقة سالب خمسة واربعة. واشارة الدلة دي هقول له يبقى العكس بقى موجبة عندما سين تنتمي للفترة المغلقة سالب خمسة. فترة مفتوحة سنة خمسة واربعة. فترة مفتوحة سنة خمسة واربعة. والدلة بصفر عندما سين تنتمي القص مجموعة سنة خمسة واربعة. طيب. تمرين تاني. بس تمرين جميل اوي. بس تمرين ده. تمرين حلو اوي سؤال مقالة الامتحان يقول لي اسبيت. انه لجميع قيم كاف تنتمي الحق يكون جزر المعادلة اتنين سين تربيع نقص كاف سين زائد كاف نقص ثلاثة بسو سفر حقيقيين مختلفين. سؤال حلو اوي جميل. عايز اتركز معي في اول. اثبت انه لجميع قيم كاف الحقيقية. يكون جزر المعادلة دي جزرين بتوحها حقيقيين مختلفين. هقول له هذا. انا في الاول هتطلع الالف. الف باتنين. والبيه بسالب كاف? والجيم بكاف مقص ثلاثة. تمام? البيه بسالب كاف? الجيم بكاف مقص ثلاثة. تمام? قتل المميز بقى سالب كاف? يبقى سالب كاف لما نجي الرباعه يبقى كاف تربيع? ناقص اربعة في اتنين بتمانية. هنقول ناقص تمانية في كاف مقص ثلاثة. صح? فق اقواسك هيبقى ناقص تمانية كاف زائد اربعة وعشرين. يبقى المميز طلع ايه? طلع كاف تربيع ناقص تمانية كاف زائد اربعة وعشرين. المفروض انا عايز اشارة المقدار دا. المقدار دا لو هو موجب. هقول يبقى لها جزران حقيقيين مختلفات. لو كان سالب هقول يبقى ازان ليس لها جزران حقيقة لو كان بصفر. يبقى لها جزران حقيقي ماتساوي lång. هو بيقول لي اثبت ان الجزرين حقيقيان مختلفين. يبقى لازم دا المقدار يكون موجب. يبقى انا هتطيرى اعمل ايه? اعمل درس النهارده. ابحث اشارة المقدار دا. اشهر اشارة كاف تربيع ناقص تمانية كاف زائد اربعة وعشرين. لو اشارته موجبة. يبقى المميز موجب. يبقى الجزن حقيين مختلفين وخلص. ازاي بقى اثبت ان ده اشارته موجبة. نبحث الاشارة مع بعض. يلا يا مستر. قال لي اولا. اول حاجة عشان نبحث اشارة ده. ده ده مقدار من الدرجة الايه? من الدرجة التانية. صح? قال لي مظبوط. يبقى هنجيب المميز ونحلل ونشوف. يلا معاي. المميز. هقول له يبقى به تربيع ناقص اربعة قلب جيب. هيبقى سالب تمانية تربيع. ناقص اربعة. في واحد فاربعة وعشرين. هيطلع لي سالب اتنين وتلاتين. يعني المميز طلع ايه? طلع سالب. اصغر من السفرة هو. يعني ليس لها جزور حقيقية. اذا المقدار ده اشارته. مثل اشارة معامل الكاف تربيع. معامل الكاف تربيع موجب. يبقى شرط موجبا. يبقى المقدار ده موجب دايما. لما يكون المقدار ده موجب دايما. يبقى المميز موجب. يبقى اذا المعادلة دي على طول جزرين بتوح عملهم. حقيقيين مختلفين وخلصين. سؤال جميل وسؤال حلو. اهو هكمل معاك. هقول له بما ان المعادلة دي اهو ليس لها جزور حقيقية. يبقى اشارة الدلة موجبا. عشان الكاف تربيع موجبا. لجميع قيم كاف تنتمي لحا. يبقى المميز بتاع المعادلة دي هيطلع معايا قلاص. يطلع موجب دايما. يبقى اذا المعادلة بتاعتي لها جزران حقيقيين مختلفان. سؤال مهم. سؤال المتحانات. لكل كاف تنتمي لحا. يا رب نكون في عمل. ننتقل لسؤال تاني كده. سؤال اختر. بيقول الدلة دال. حيث دال سين تساوي. الف سين تربيع زائد بسين زائد جين. يكون لها اشارة واحدة في حق. عندما. اه ده عايز اتكلم عن المميز. انت فاهم وانا فاهم. فاهمت خلاص. احنا قلنا الدلة التربعية لها اشارة واحدة امتة? لو كملهاش جزور. لو المنحنة كله فوق او كله تحت. يعني ما قطعش محوال السين. امتة ما يكونش لها جزور حقيقية? لو المميز كان سالم. يعني اصغر من السفر. خلاص الحل الجيل واحدة. فقول لك مستر ليها اشارة واحدة. لما يكون المميز اللي هو به تربية مقصة اربعة الف جيم. اصغر من السفر يبقى الاجابة رقم به وخلصة يا مستر. اخطر رقم بي. يا رب نكون في عمنا دي كويس. تمام? منتقل الى سؤال تاني وفكرة تانية مع بعض. يلا بيقول لي ايه? الدلة? ديلة. حيث ده السين تساوي سين تربيع زائد واحد تكون مجابة لكل سين تنتمي لنوع. عايزك انت اللي تقول. سين تربيع زائد واحد. مستر ده ده انت قلت لي عليها قبل كده مجموع مربعين مالوش جذور. خلص باقي ده او? من غير محل لها كده. مستر المقدار ده? اه. لو ده لو سين تربيع زائد واحد بيساوي صف. للمجا حلله مش هيتحلل. ده ده ليس له جذور حقيقي. يبقى اشارة الدلة مثل اشارة معامل سين تربيع على حه. معامل سين تربيع موجب. هقوله يبقى مجابة على حه يا مستر. يبقى تكون مجابة لكل سين تنتمي لحه على طول. من غير اي تفكير يا مستر حه. بلهاش جذور. حه على طول اهي خلصة. يا رب نكون تهمنا. السؤال اللي بقى عدو. تابرين تاني. وعايزك انت تتفكر معايا شوية. اه سؤال جميل اوي. اي الدوالة الاتية موجبة لجميع قيمة سين تنتمي لحق. مين الدوالة الاتية اللي هي موجبة? احنا قلنا. الدوال ايه موجبة? يعني اللي كلها موجودة فوق محوى السين. مين? هل تعالى كده نشوف مع بعض? اختيار اختيار مع بعض. ادي اختياراته. مين في دول موجبة على طول? قال لي واحد. ده السين تساوي سين تربيع زائد اربعة. لسا ايلينا. دي ليس لها جزور حقيقية. يعني ليها اشارة واحدة. قال لي وهنا معامل سين تربيع موجبة. يبقى دي اشارتها موجبة على حق دينا. يبقى دي خلاص موجبة. يبقى اول دلة موجبة اجبال. رقم بيه? بيقول لي ده السين تساوي تلاتة. دي دلة سابتة. وقلنا اشارة الدلة السابتة مثل اشارة مين? الرقم بتاعك تلاتة. موجبة يبقى موجبة على حق. اي دلة سابتة نفس اشارة العدد بتاعك. موجبة يبقى موجبة على حق. ساني يبقى سايب على حق. هنا موجبة يبقى موجبة على حق. طب وهنا. قال لي ما ده هو ده يا مستر ده السين تساوي سين مقس واحد الكل تربيع زائد تسعة مستر ما هو ده برضو مجموع مربعين وانت قلت مجموع مربعين فوق اهو مالوش عندي تحليل مالهاش جزهور اذا ده اشارتها ايه مثل اشارة معامل سين تربيع او القوس ده القوس ده معامل موجب يبقى خلاص مجابة اذا هي برضو مجابة على حال ايه ده يا مستر ده كلها موجابة اذا الحل اقوله ايه كل ما صبك ينفع كل ما صبك موجب على حال يبقى الاختيار رقم داني سؤال حلو كل سؤال تاني سؤال تاني ده السين تساوي سين تربيع مقس ستة سين زائد تسعة موجابة في الفترة من كم لكم عايزك انت تسبقني ده خدنا كتير بينا اوي هنا ان ده مقدر سلاسي مربع كامل صح اه يعني فيه جزرين متساويين صح قال لي صح لو جينا الحل اللي هيطلع سين مقس تلاتة وسين مقس تلاتة يعني السين بتلاتة والسين بتلاتة الجزرين تلاتة وتلاتة اذا اشارة الدلة دي ايه مثل اشارة معامل سين تربية على حفر الجزر اللي طلع اللي هو حفر التلاتة اهو يا مستر لسا وغدنا حالة فاقول له كده خلاص يا مستر دي موجبة على حفر التلاتة اخطار الاجابة رقم جيم وخلصت طبعا الافكار كتيرة بس طبعا معانا مستر اسماعيل لازم نستمتع بافكاره الجميلة مستر اسماعيل حدك اتفضل اهلا مرحبا بكم طلاب الصف الاول السنوي طبعا مستر اشرف قال لنا كل حاجة عن اشارة الدلة واحنا كنا كلام ده اتكلمنا عليه المرة اللي فايتة تقولنا بدأنا منه انا هكمل وفيكرك بس احنا قلنا ايه هو المقصود باشارة الدلة قلنا قبل كده المقصود باشارة الدلة هو ان الطالب يدينا قيمة سين زي ما تسوفتم على مستر اشرف كده كان دايما بيجيب لنا قيمة السين اللي بناعرف فيها امتى الدلة اللي هي الصاد يعني موجبة وامتى الدلة سالبة وامتى الدلة سافر تعال اخد مسألة كده مستر الدلة زيها دلة زي كده ويقول لك هات اشارة البداية حلك تشوف الدلة دي نوحة ايه انا عندي تلات انواع على دلة بالدرجة الصفرية ليها السابتة وعندي دلة بالدرجة الاولى احنا خدناها المرة اللي فاتت وعندي النهارا دلة بالدرجة التانية يبقى عشان نغر ارحيل يجب اعرف اللي عندي عصيل اللي عندي في السؤال ده في الانتحان ده قالي نوع من ال трتة دي بالدرجة تانية مستر طب الدرجة التانية كان لها تلات قوانين قانون لما مصفر أشف قال لنا أما يكون لها جزرين وقانون لما يكون لها جزر واحد وقانون لما يكونش لها جزر litur حققية يبقى اللي بيفهم يعمل إيه يجيب الجزر شفها لها جزرين حقيقيين ولا جزر واحد حقيقي اللي هو جزرين متساويين ولا مالهاش جزر حقيقية خالص اللي هو بиходده المميز وعشان احل المعدلة دي اتحلها بالآلة يجيب المميز وتحل بالقانون العام لكن الأسهل القلب بسلب واحد والبيهب اربعة والجيم بسالب تلاتة فجبنا جزور المعادلة باستخدام الاية الحزبة. سويتها بصفر. كلمة جزور طبعا يعني خلت دلة اللي هي الصاب بصفر. فانا لما عملت جهة اطلع عليها جزرين. قدم المعادلة لها جزرين اتفقنا مع بعض ان ليه قوان الخدناه. ان الجزرين بتحطوهم في النص. الاطراف زي اشارة الالف واللي في النص عكس اشارة الالف. الالف هنا اشارته ايه? سالب. يبقى الاطراف سالب واللي في النص موجب. هو انت عايز يا مستر. عايز تبحث الاشارة? يعني عايز كل حاجة? اه. ممكن في الامتحان ديك اختار الاجابة الصحيحة ويسألك عن الموجب بس. ممكن يسألك عن السالب بس. ممكن يسألك عن غير الموجب. وكلان ده قلت لك المرة اللي فاتت كلمة غير موجب. يعني سالب وصفر. يبقى لما قالك انا عايز تبحث الاشارة عايز كل حاجة. يبقى ابحث الموجب الاول. يقول الدلة دي موجبة من كام لكام? من واحد دي ثلاثة فترة مفتوحة. ليه قلت مفتوحة لدي الواحد صفر والده وتلاثة صفر. انت عايز الموجب بس مش عايز الصفر. من يقول السالب امتى? السالب كله يا مستر. معادة الموجب والصفر. السالب الباقي والسالب والموجب والصفر شيله. كله دي عن حا. انا عايز اشيل الموجب والصفر. يعني عايز اشيل فترة مغلقة من واحد دي ثلاثة. فسان كده قلت السالب. الدلة سالبة في الفترة من حا. معادة واحد سلطة مغلقة. طب وامتى الدلة بتاعتي تبقى صفر لما تكون السين تنتمي المجموعة واحد وثلاثة. مسألة دي تعال نشوفها احترق اللي جابة الصحيحة. بيقول لك ده السين بتساوي سالبة اربعة. يلا انا نوع من التلات دوال. دلة سابتة. اشارتها زي اشارة الرقم. اقول له سالبة. هو فيه اختيارات سالبة. ما انا قلت لك المقصود باشارة الدلة. تجيب هي قيمة سين. ما نقول لي بقى الدلة سالبة فين? دايما على كلها. طب وهي اخاف الرياضة يعني سالب ملاء نهاية. لموجب ملاء نهاية. تعالنا شوفي السؤال. ده اللي السين دي تكون موجبة. اه دي مجموعة مربعين اللي مستر اشرب قال لها انا ورسمتها معاكم. قال لك ان المجموعة مربعين دي ملاهاش جزور دي انا عارفها من اداة دي. يعني مجموعة مربعين دي ما ليس لها بزور حقية. يعني اشارتها كلها اشارة واحدة. يعني رسمتها كلها. يا فوق محور السينات لو الف موجب. يا تحت محور السينات يا والالف سالب. اه اه يا مستر بتبقى دي كلها مجابة. كنتم كلها يعني ايه? يعني ايه مجابة على جميع العرضة الحقيقية. قدام ده سهل وجميل واخدناه. ودي برضو سؤال مستر اشرب قاله. يقول لك الدلة دي كلها اشارة واحدة. يعني اشارتها كلها لها اشارة واحدة لها اشارة الف امتى? لما يكون الدلة التربية هي لها ترى القوانين. يئما لها اشارطين. الاطراف مجابل في نص سالب. يئما الاتنين زي بعض ما عادل في النص وصفر. يئما اشارتها كلها اشارة واحدة. ايه ما ده السؤال اللي باسألك عليه. امتى اشارتها واحدة? لما يكونش فيه جزور. طب وامتى يكونش فيه جزور? لما يكون المميز سالب. بس اختار ان المميز اصغر من الصفر. لبحث اشارة الدلة يكون كافيا من التلاتة دول. يكون المنحنة يوازي محور السينات? لا. ما هو الكلمة يوازي محور السينات كلمة منحنة المقصود بها الرسمة يعني. كلمة يوازي السينات ما ممكن يوازي السينات تحت. ممكن يوازي السينات فوق. ده مش كفاية. لان سؤال لك كافيا لمعرفة الإشارة. ما هو لو تحت يبقى سالب. لو فوق يبقى موجب. يبقى هالإشارت ده كافي? لا. ما عرفتش الإشارة. ما ممكن كده. كلمة دي معناها. ان ممكن يكون سالب ممكن يكون موجب. طب لما اقول لك منحنة الدلة يقع باكمله. فوق محور السينات. ايه ده ده من المرحنة كله يقع فوق محور السينات. بقى انا عرفت الإشارة. الإشارة موجب. اه يعني الشرط ده كده عرفك الإشارة كلها. اه. ما هو لما تكون يا رسمة كلها تقع باكمله. فوق محور السينات. يبقى انا كده عرفت الإشارة والشرط ده كفاية. يبقى ساعدت هالدلة دي كلها موجب على جميع قيام الحقيقية. شوفي السؤال ده ارضو خدنا الحصة اللي فارت ومفكرك بتاني. دلة سين بتساوي الف سين زائب. بيقولك ان الدلة سين بتساوي تلاتة جزر. كلمة جزر يعني دلة لام بصفر. قلنا قبل كده دلة لام بصفر يعني حط اللام هنا. قلنا هنا مثل الإشارة سين وهنا عكس السين. يعني الدلة من الدرجة الأولى إشارتها هنا موجب وهنا سالب. هنا سالب هنا موجب. الاتنين عكس بعض. طيب طيب. انت عايز ايه؟ عايز قدي اللام اهو. عايز دلة اللام زائد واحد. يعني رقم بعد اللام. في دلة اللام ناقص واحد. يعني قيمت الدلة قبل اللام. إذا انا عايز نضرب قيمت الدلة بعد اللام. فقيمت الدلة قبل اللام قيمت الدلة هنا مثلا موجب. وقيمت الدلة هنا سالب. قيمت الدلة هنا سالب. قيمت الدلة هنا موجب. يعني بضرب حاجتين مختلفين في الإشارة. إشارتهم هاد بقى إيه سالب عشان كده اخترت الاجابة. ان ده دايما ينتمي لحاء السالم. اي من ديش مستقرش شرحها برده. اي من الدوايا الأ kendia تكون موجبة لجميع قيم سين. قلنا قبل كده ده مش محتاج حد يكون بيزاكر. دلت سين دي كمية مجابة عشان قصة اتنين. زائد كمية مجابة. هو كمية مجابة وكمية مجابة. الناتج هيطلع ايه? موجب طبعا. طيب دلت سين بتسوي تلات. دي موجب طبعا. دي دلت سابتة. دي كمية موجب عشان قصة اتنين. ودي كمية موجب زودتهم على بعض. الاجابة موجب دايما. عشان كده الاجابة جميع ما سبق. تعال نشوف بالسؤال الجميل ده بقى. نحاول اقول حاجة. مستر اشرف مقالهاش. نختن بيها النهاردة دي. بيقولك اذا كان دل دلت سين بتساوي سين ناقص واحد. دي دلم الدرجة الاولى. وكان دلت سين بتساوي ره السين بتساوي سين تربيع زائد سين ناقص ستة. اوجد الفترة الذي يكون فيها الدلتين موجبتين معا. وكذلك الدلتين سالبتين معا. ايه ده ايه ده? انت جايب سؤال مقاري. عشان تختبرني في كل اللي انا اخذته في اشارة الدل اقولك. اه? اه طبعا. يبقى اول حاجة انا عندي دل من الدرجة الاولى. كنا بنبحث اشارتها ازاي? بنسواها بالصفر يا مستر عشان نجيب جزرها. لان الجزر هو اللي بيفصل بين السالب والموجب. يبقى لما كانت سين بواحد كانت تدل بصفر. دي قيمة سين. تبدأ من سالب مالا نهاية الموجب مالا نهاية. لما السين بواحد كانت تدل بتاعتي. تدل بتاعتي. تدل تحت. كانت تدل بتاعتي هنا زي اشارة سين الاصلية. موجب 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 وهنا سالب 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 عشان دي درجة اولى. الدرجة التانية اللي ياريه سين كنت بسواها بالصفر عشان اشوف لها انه كم جزر جزرين ولا جزر ولا ملاش جزور خالص. حلتهم طلع تلاتة بالسالب لان كان في كان بديك ستة وترحهم واحد. تلاتة في اتنين. تلاتة في اتنين بستة وترحهم واحد. كبير بياخد اشارة النص. يبقى سالب واحد سالب تلاتة واثنين. ساعتها ابدأ ارسم. خلي بالك السالب تلاتة قبل الواحد. السالب تلاتة قبل الواحد. وده عنده الجدلة بصفر. خلي بالك الاتنين بعد الواحد. فلازم ترسيهم بعد الواحد. وعنده الدلة بصفر. هنا قيمة سين من سالب ملاية لغاية موجة بملا نهاية الدلة الدلة بتربعية لها جزرين لقول نقشرتها كلها زي إشارة الألف الأطراف زي الألف واللي في النص عكس الألف كده أنا بحثت الإشارتين هو بقول الاتنين معا بقى متى يكون الاتنين مجابتين معا متى يكون الاتنين سالبتين معا الدلتين مجابتين معا من اتنين مفتوحة إلى ملا نهاية الدلتين سالبتين معا في الفترة المفتوحة من سالب 3 ل1 لأن السالب 3 بيخلي الدلة دي بصفر ودي بصفر فعلينا الفترة مفتوحة من سالب 3 ل1 الدلتين سالبتين معا مستحى نقول لنا تاني معلش انا ايا اول خطوة قلنا هنبدأ عشان نحل المسألة دي نبدأ نجيب اشارة الدلة دلسين مساجة دلسين وجبت اشارة تساوتها بصفر الاول تلية تسين بواحد الدلة بالدرجة الاولى بنكتب الواحد في النص كده ونقول له الدلة بصفر الدلة موجب 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 لأن السين هنا موجب وهنا عكسها والسين بتبدأ من سالب ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية تعال نجيب الدلة التربية اللي هي اسمها رهسين هنسويها بالصفر عشان نجيب الجزور طلعوا جزرين سالب 3 و 2 نرسمها سالب ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية سالب 3 دي تبقى قبل الواحد والاتنين بعد الواحد دول بيخلوا الدلة بصفر طب الالف هنا شرطه ايه موجب 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 واللي في النص عكسه سالب 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 وانت عايزي عايز متى تكون الدلتين موجبتين معا من يولي الدلتين موجبتين معا منين بقى من واحد لمالا نهاية فترة مفتوحة من واحد لمالا نهاية الدل موجبتين معا فبقى إمتى سالبتين معا فترة مفتوحة من سالب تلاتة لواحد دي يا مستر مش واحد دي اتنين يبقى فترة مفتوحة من اتنين لمالا نهاية وهنا فترة مفتوحة سالب تلاتة الواحد الدلة فيها سالبتين معا ادي السؤال وطلع سؤال جميل جدا السؤال ده مستلقى شوف حل هلنا لما جاب لك المميز وطلع لك اطلعت المميز دلة من الدرجة التانية فبحث اشارتها طلعت موجب على طول وادم الاشارة موجب على طول يبقى الدلة دي طبعا موجبه دي طيب تعالى نشوف سؤال زي كده بيقول لك اذا كان الدل دل سين بتسوي كذا والالف اصغر من الصفر صغر من الصفر سالب يقول لك ده سالب وجذر المعادلة انت مديني الجزور اه مية ده من المعادلة لها جذرين قلنا ايه الاجابة يا مستر خط الاعدادة هوا بنكتب الجذر الصغير الاول اللي هو سالب خمسة والجذر الكبير وقلنا الاطراف زي الالف سالب واللي في النص عكس الالف موجب وانت عايز ايه عايز اعرف امت تدل موجبة في الفترة المفتوحة من سالب خمسة الاثنين ايه الجمال ايه الكلام ده ايه الفرع الجميل ده والسهل ده اعلنش بالسؤال الجميل ده اذا كان جذر المعادلة ده لسين بتساوه صفر ولام وميم يعني المعادلة دي لها كم جذر جذرين لها كم جذر جذرين وكان اللام اصغر من الميم يبقى دي لام ودي ميم صفر صفر الاشارة الاثنين زي شرط الالف يعني هنا مثل الالف وهنا مثل الالف طيب وهنا عكس الألف عايز يضرب ده اللاب زائد واحد يعني عايز يضرب حاجة بعد اللاب يعني في المنطقة دي وعايز يعمل حاجة هنا ميم ناقص واحد يعني حاجة قبل الميم إيه ده إيه ده عايز يضرب رقمين موجودين في نفس المكان ما هو إيه ده إشارتهم هيبقوا زي بعض وأنا ما هنضرب موجب في موجب يديني الإيجابة أقيم أو سالب في سالب يديني إيجابة أقيم مجب يبقى لإجابة حايا المجابة مستر بمش حايا المجابة طبعين حايا المجابة يا ابني يعني من صفر مفتوح لمالة نهائي أظن كده مستر احنا خدنا كل حاجة وأتمنى تكون الحصة أفادتكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم مستر اسماعيل معروف من البس المباشر وأشرف مستر أشرف طلعت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته